ناخد بعضنا ونروح للجودو الجودو الحقيقة كان بلعبه بطولة أفريقيا للكبار منتخب مصري للجودو يعني يسيطر على أفريقيا بالكامل وده من أحد الاتحادات وأحد الرياضات اللي احنا توقعنا أنها تقوم بدور كبير خلال فترة الجاية ولها أمل كبير في إن شاء الله باريس عشرين وربعة وعشرين منتخبنا الوطني الأول للجودو فاز بكأس بطولة أفريقيا للكبار ولتلعبت في الأيام اللي فاتت في المغرب علشان تستمر الصح والجودو المصري في الفترة الأخيرة منتخبنا حقق الدرع العام وكأس البطولة بعد مفاز بثمان ميداليات وكانوا تلدى دهب واثنين فضة وثلاثة برونز بعد منافسة قوية مع منتخبات شمال أفريقيا وأبرزهم طبعا الجزائر والمغرب وتونس وجاءت ميداليات المنتخب كالتالي يسر سامي وزن ستين كيلو جرام ميدالية ذهبية محمد عبد الموجود وزن ستة وستين كيلو جرام ميدالية ذهبية عمر الرملي وزن تسعين كيلو جرام ميدالية ذهبية عد الحمادة وزن ستين كيلو جرام ميدالية فضية عبد الرحمن عبد الغني وزن واحد وتمانين كيلو جرام ميدالية فضية أحمد عبد الرحمن وزن ستة وستين كيلو جرام ميدالية برونزية عبد الرحمن محمد وزن واحد وتمانين كيلو جرام ميدالية برونزية أحمد فياض وزن مية كيلو جرام ميدالية برونزية وبكده قدر منتخبنا أن يجمع بيننا بطولة أفريقيا للناشئين والشباب والكبار حاجة ما حصلتش حقيقة إنجاز كبير جدا طب كابتن مرزوء عايش الاتحاد قال ليه قال أن الجهود المصري أنه بيستعيد أمجاده على مستوى القري وهيبقى فضل لنا خطوات صغيرة جدا على الوصول لمنصات التتويج العالمية الحقيقة عايزة أقف على الخبر ده كابتن مرزوء اللي في الصورة خلينا أقول لكم أن كابتن مرزوء علي الرئيس للاتحاد ده اللي أنتوا شايفينه يعني بنتكلم في أواخر التلاتينات أيوة اللي أنتوا سابعينه ده حقيقي همتكلم النهاردة رئيس الاتحاد شاب ليه طموح عمل حاجة جميلة جدا أول ما جيه ما قالش أنا جيت وخلاص بقى يا جماعة أنا عايزة أقعد في الاتحاد خمسين سنة للأسف يعني أنا بقول اللي بيحصل قال لا أنا هاجي أنا هدى في منتخب مصر جمع كل أسرة الجود وتاني اللي كانت نفرت وبعدت نتيجة السياسات السابعة طبعا بدون الغلط لأحد أنا بتكلم على سياسات ولكن لا سياسات أشخاص للأسف الاتحادات بتشتغل إن هي بتحاول عشان تحافظ على الأماكن والكراسي بتحاول تبعد الناس اللي ممكن يكلها دور عشان ما ينفسهاش على الكرسي ولكن ما عملش كده كابتن مرزوء النهاردة لقي نبي يستعين بكابتن طبعا رشوان نجمنا الأولمبي الكبير بيقول له تعالى بعد إذن حضرتك أنا بستعين بيك وعايزك تبقى المشرف على المنتخبات شكرا يا جماعة النهاردة كابتن مرزوء لما بيجي يروح بطولة بياخد كل رموز الجود معاه وكل أسرة الجود معاه عشان يوصل لده ولكل مجتهد النصيب من الاجتهاد مش تعب بس توحيد أسرة الجود ورا هدف معين وهنا مداليا ألومبي إن شاء الله للتحدي ربنا يكافؤه بإذنك يا رب على مداليا لأنه هو عمل كده وحد الجود وواحد قصة الجود برغم من سنه الصغير حط نفسه آخر واحد بالرغم من رئيس الاتحاد بيموت نفسه على العيبة بيعدهم بيشتغل الكبار زي الزهارين كل التوفيق طبعا ليه ركز مع الشابين والشناشئين والشباب وبعد كده الكبار يا رب يعني أنا بتمنى من قلبي إن يتوج مجهود هذا الاتحاد والمجموعة الجميلة دي ببطولة ألومبية ويستحقه من وجهة نظري طبعا ويتبقى التوفيق التوفيق بتاعد ربنا ولكن يشتغل أكيد ربنا صحيح على مش هيضيع مجهودا